مشاهدين يبحث الكثير من أصحاب العمل ممن لديهم مشاريع منزلية عن الطرق المجدية لتمويل مشاريعهم وتلبية طلبات العملاء بما يحقق لهم الاستمرارية والنجاح لتطوير هذه الأعمال للحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتور عبدالله العواضي مستشار مالي وخبير ريادة أعمال صباح الخير دكتور حياك الله معنا في صباح الشارع حياك الله الله يحفظك يعطيك العافية يا رب الله يسلمك دكتور متكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع جدا مهم يمكن في العاونة الأخيرة شفنا الكثير من المشاريع ابتدت منزليا وحققت إن شاء الله شهرة واسعة ومبعدها انطلقت إلى عالم مثلا الأعمال وتوسعت وصار عندها محلات ولكن في البداية خلنا نرجع للنقطة الأساسية والتي هي مسألة التمويل يمكن الكثير عندنا أفكار نبغي نموّلها شو أهمية اليوم التخطيط للتمويل قبل بداية أي مشروع والله شوف اللي تقوله هو أساس المشروع يعني اليوم أنت ما تقدر تبدأ مشروع دون ما تكون مخطط له التخطيط هو مش تخطيط المالي فقط التخطيط أساسا هو تخطيط المشروع نفسه تخطيط الطموح اللي تبغي توصل له تخطيط أهداف المشروع تخطيط حجم المشروع كل المخططات اللي تفكر فيها في المشروع لها انعكاس مالي يعني في الأخير أي شيء بتخططه في المشروع لازم تخطط الجانب المالي باله وبالتالي أصبح أي مشروع تبغي يكون ناجح لازم تكون عندك رؤية مالية للمشروع وكثير من الناس ورواد الأعمال للأسف يفكرون أن التخطيط المالي هو صعب ومعقد وله أهل الشأن هو بشكل عام الكلام صحيح ولكن صدقني ما في مشروع ينجح دون ما يكون مزروع في راس صاحب المشروع وبالتالي الأرقام لازم تكون مزروعة في راسك أنت صاحب المشروع قبل ما تعطيها المتخصص المالي الذي يساعدك على تركيبها في الجداول والبيانات وقراءة النتائج المتوقعة وبالتالي أصبح التخطيط يبدأ من عندك ثم تحوله إلى المختص عشان يهندس لك إياه جميل يعني أي إنسان دكتوري يبغي يبتدي في مشروع من خلال التخطيط المالي لازم يكون عنده تصور مبدئي هو المشروع أصلا بشكل عام كم يحتاج أنا كم ميزانيتي أصلا عشان أبتدي في هذا المشروع لازم يكون عنده تصور أصلا الله ينور عليك شوف إذا أنت تعرف بالأساس كم ميزانية اللي عندك بناء عليه تقدر تكيف حجم المشروع بما يناسب ميزانيتك جميل جدا أنا مثلا عندي اليوم خمسمائة ألف أوه لا وايد خلنا نقول خمسي بس خمسين ألف الخمسين ألف هاي أبغي أفكر أسوي مشروع طيب هل هو مشروع منزلي أم صغير أم متوسط في التجارب اللي شفناها في الواقع أخي إسماعيل حتى لو كانت عشر تلاف درهم تقدر تبدأ مشروع منزلي صحيح وتبدأ تنميه لاحقا نعم يعني أنا وايد من الشباب يوني يقولوا لي عبد الله نبغي نسوي دراسة جدوى أقول لي أول شي قبل ما أعطيك تصور دراسة الجدوى أعطني أنت تصورك على المشروع يقول لي يا أخي أنا حصال بيسولي دراسة جدوى قلت لحظة لحظة يا أخواني أنتوا فاهمين الفكرة غلط دراسة الجدوى تنبع من عندك أنت صاحب المشروع صح يعني بكل بساطة أنت حط تصور ولا تستعيل حط تصور اليوم ببدأ بمشروع منزلي بعدين بكبرى إلى مشروع صغير ثم قد يكون متوسط قد ينطلق لاحقا إلى العالمية صحيح لذلك هل ممكن أن أبدأ حتى ب10 ألاف درهم ويكون عندي مشروع منزلي نعم ممكن ولكن يحتاج أن تكون عندك الرؤية أنت في راسك كرايد أعمال قبل ما تتكلم عن كيف أنا أقدر أخطط المستقبل و أكبر مشروعي لاحقا جميل يعني دكتور الواحد مثل ما ذكرت يقدر ينطلق بالمشاريع المنزلية نحن نتكلم يعني من خلال المردود المالي الخاص أو الفلوس الذي تكون عنده مثلا أوفرنها مثلا بالضبط نعم ما يلجأ ما لازم يلجأ للبنوك صحيح؟ كبداية نعم أنا دائما أشجع الشباب أقولهم قبل ما تسوي دراسة جدوى وتصرف عليها سو مخطط الأعمال مخطط الأعمال بكل بساطة هو عبارة عن شيء بسيط أنك أنت في رسمة معينة فيها تسع مربعات تحطي فيها تصوراتك من وين بتيب بضاعتك شو تحتاج أن يشطة عشان تشغلها كم تكلفة هاي البضاعة من هو بيساعدك من هو الموردين مالك كيف بتصنعها كم السعر التنافسي كم تقدر تبيحها كم الإرادات الممكن أنت تتوقعها هذا المخطط البسيط معناته أنت أبدأ مشروعك من المنزل يا أخي سو التجربة والخطأ اليوم لو ندرأ يعني لو نقرأ الإحصائيات العالمية عن فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تصل أحيانا إلى 70% طيب أنا عشان أتجنب الخسارة الكبيرة أني أسس مشروع مثلا بـ 200-300 ألف وما أقدر أشغله خلال سنة سنتين وما يبعايده وتعب وخسره وخسر الفلوس كلها لا يصيدي بدل 300 ألف حط 30 ألف في مشروع أبدأ بالمنزل واليوم الحمد لله الدولة الاقتصادية في دولة الإمارات في كل إمارة تقريبا عندها نشاط مرخص أنك تعمل من المنزل لكثير من الأنواع صحيح لكثير من الأنشطة وبالتالي أبدأ من المنزل اعتبره مشروع مستقل بشكل كامل ولكن من المنزل على ميزانية منخفضة بسيطة بعد سنة سنتين لقيت أنه فيه رواج وفيه عمل يا أخي ما يمنع أنك تنتقل إلى السوق ويكون لك موقع دائم ومستمر وتزيد ميزانيتك هذه الساعة جميل جدا تكلمنا عن زيادة الميزانية إذن متى بعد النجاح دكتور المشروع المنزلي لازم ينتقل مثلا إلى تمويل البنكية أو حتى ممكن ما لازم ولكن السؤال أنه متى ممكن ينتقل أصلا إلى تمويل البنكي من خلال المشاريع المنزلية طيب أول شي خلنا نقول أن تمويل التوسع هذا ممكن يكون من ذاتك من خلال أرباحك وإرادات حققها المشروع المنزلي ممكن يكون من خلال أهلك عائلتك مستثمرين أصدقاء بنوك وبالتالي كل هذول يعتبرون مستثمرين لإقناع المستثمر أن يعطيك هذه الأموال لازم يشوف عندك ريكورد لازم يكون عندك سجل إنجاز سجل تحقيق أرباح سجل تحقيق مبيعات وبالتالي إذا نجح مشروعك المنزلي تقدر تنتقل للخطوة التالية بكل بساطة إذا أنت مجهز أوراقك ومستنداتك وبياناتك وسجلاتك هذه الحالة ممكن أن يكون حتى عندك عبد الله يقول يا والله يا عبد الله أنا اشتغلت هذا المشروع سنة ونصف في البيت والحين أشوف أنه في حان الوقت للتوسفة جميل إذا أنا ما عندي هذا الريكورد والسجلات هاي والبيانات أنت شو حققت وشو أنجزت وشو اشتغلت ومنهم زباينك السابقين وكيف تقدر تنتشر إلى شريحة أكبر من الزباين نعم يبقى أنا بكون متردد في الاستثمار جميل جدا دكتور أيضا المشاريع المنزلية والعمل المنزلي يحتاج إلى ذكاء في التعامل وفي التصرف والتسويق نعم اليوم صاحب المشروع المنزلي كيف ممكن يستفيد من الخيارات المتاحة أنه يسوق لمنتجاته بأقل تكلفة دون الحاجة مثلا لطلب لنا أنا عارف أن بعض الأشخاص حتى ممكن يروح يمول إعلان من البنك لأن أوقات قيمة الإعلان قد تفوق تفوق أصلا قيمة المحل نفسه أو المنتج نفسه اليوم المعلنين أصلا يطلبون مبالغ كبيرة للتسويق أنت ذكرتني في موقف صار لواحد من ربعي فضل عند شركة وشركة خل نقول خدمات لشركات أخرى حلو يأ وتعاقد مع أحد مشاهير السوشال ميديا ودفع لخمسة وعشرين ألف نعم طرش لي الإعلان وكتب لي دكتور شو رايك قلت لما احترامي إليك أخطأت في الاختيار مش المشهور هذا أخطأت في اختيار قناة التسويق قال لي ليش قلت لأول شيء من المتابعين السوشال ميديا منه هذا المشهور منه اللي تابعه قال لي وايد من الناس قلت لها طيب الشريحة اللي أنت تستهدفها منه صح قال الشركات قلت لها طيب الشركات وين بيتابعونها السوشال ميديا صح يبقى الشركات لها قنوات نعم شريحة العملاء اللي أنت تتعامل إياهم أو تستهدفهم لها قنوات لازم تفهمها صحيح وبالتالي مو بشرط ان انا اكون لازم ايب واحد من المشهورين ولا الفنانين و اتفعله مبالغ عشان سيدي دعاية و اعلان ارجع لفكرة موضوع الريال عقب ستة شهور سألت فلان كم مشروع او عاقد حصلت مورا هاي الدعاية قال لي ولا شيء لان الاسلوب خطأ القناة خطأ طيب انا كصاحب مشروع صغير كيف اقدر اسوي دعاية و اعلان مع اني انا مش مختص في التسويق ولكن قراءة السوق اللي اشوفها ان اول شيء في شيء في اللغة الانجليزية اسمه word of mouth الword of mouth يعني كلام الناس عنك كلام الناس عنك ينقل الثقة يبقى الثقة فيك كصاحب عمل الثقة في منتجك الثقة في خدماتك اللي تقدمها هي اساس استمراريتك في المشروع وهي عبارة عن ورقة اعلانية وترويجية صح ثاني شيء استخدم اصدقائك و عايلتك والمقربين و حتى احيانا المنافسين انك تقدم شيء يتخلي المنافس يتكلم عنك وبالتالي في كثير اليوم من قنوات السوشال ميديا تقدر تستغلها بمبالغ رمزية يعني واحدة منهم مثلا عندك الانستجرام ادز اللي هي اعلانات الانستجرام اعلانات نعم اسماعيل اذا انت مثلا بتستهدف مدينة الشارقة بدون كلبة و خور فكان و المناطق الشرقية قد يكلفك تسويق الاعلان هذا 150 درهم صح مش افضل من اني انا ادفع 15 الف حق مشهور طبعا يبقى الافكار تحتاج لانك تضع خطة و تضع قنوات صحيحة تفيدك في الانتشار و تضع لها ميزانية مقبولة خلال كل مرحلة انت تمشي ممكن عقب تكبر الميزانية ممكن عقب تفتح قنوات اخرى ممكن عقب تدفع حق مشاهير اذا عندك محل و تبغي افتتاح و تسويق و دعاية و اعلان هذا الكلام كله ممكن لاحقا جميل والله هذه النقطة يمكن يغفل عنها الكثيرين اليوم الواحد اوقات يكون عنده مشروع و عنده متحمس انه بسرعة يبغي ينشهر او هذه الخدمة اللي يقدمها و المشروع و المنتج انه ينشهر بسرعة فيقوم يستعين بمثلا مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال و ما يبتدي يختار الناس مثلا او الفئة مثلا مثل ما ذكرت واحد ما لا علاقة مثلا بمثلا منتجات بيع السيارات ما احد يتابع اصلا الا الناس او الناس ما بيتابعون لانه هو اصلا ما يعلن عن سيارات او فئة المستهدفين مثلا الاطفال ما يقدرون ان يخذوا السيارات فبالتالي هذا شيء حتى جغرافية المشهور يعني مثلا عندي منتج في الامارات ما يصر ايب مثلا مثلا مشهور من دولة اخرى يعلن عن هذا المنتج فبالتالي الذكاء ايضا في التعامل مع طريقة الاعلان والتسويق دكتور ايضا في مسألة جدا مهمة ويمكن الشباب اوقات يكونوا ما عندهم الخبرة الكافية اهمية اليوم استشارة ذوي الخبرة وليلهم باع طويل في التسويق في الانتاج في يعني كل الاشياء الخاصة بالمجالات العمل المختلفة في مسألة المنتجات المنزلية والتسويق المنزلي اول شيء هي قاعدة شرعية بالذات بتلاقيها في الاسلام يقول سبحانه وتعالى في الآية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يبقى في هذه الحالة في المشروع التجاري اهل الذكر مثل ما ذكرت خلو اسماعيل ممكن يكون المالي التسويقي نعم التخطيطي الاداري المنتج اللي عند اختصاص نفس اختصاصك او مر في تجربة نفس اختصاصك نعم ودائما انا اقول حتى لزبايني اقول تعلم من فشل الاخرين اكثر مما تتعلمه من نجاحهم لان الفشل اذا تجنبته الاخطاءها تجنبتها راح تعلمك انت نجاح انك انت قمت على مشروعك بنفسك وتجنبت هذه الاخطاء نعم لذلك ما يمنع طيب اليوم في مشاريع يقولك انا يا اخي اذا بستشير دكتور عبدالله مستشار مالي وفلان مستشار تسويقي وفلان مستشار في خلنا نقول التصميم راح يكلفني ملايين او مبالغ او عشرات الالوف نعم انا ابغي يقولكم شغلة بسيطة اخوان هنالك من الاخوان اللي في هذا المجال ويزاهم الله خير اللي يقدمون هذه الخدمات اما مجانا او بارقام رمزية ولكن مهم انك انت تسأل للمستشار اللي مر في تجربة قريبة من التجربة اللي انت بتخوضها الحين لذلك مو بأي مستشار مالي او مستشار تسويقي قد يصلح لك اذا ما مر بتجارب مثل انت قاعد تمر فيها يمكن ما يفيدك صحيح الدرهم الواحد في شو بصرفه فاهمية الاستفادة من التمويل البنكي في المشاريع المنزلية مثل ما قلت لك خويس معي التمويل البنكي اول شيء يطلب ان يكون عندك خلنا نقول باكب يعني شيء يسندك لا سمح الله اذا انت ما قدرت تستمر في سداد هذه الاقصات صح راح تواجه مشكلة بتقول اوكي انا عندي راتبي بيشل طيب انت اول شيء دخلت في مفردات راتبك وعرفت كم يبقى لك الان قبل ما تاخذ القرض اللي يديد لا سمح الله ما نجح المشروع هذا تقدر تشل القرض او القرضين مع بعض هل هذه في امكانية لذلك عشان انا اكون اعامل التمويل بحكمة لازم يكون عندي ميزانية لازم يكون عندي تخطيط مالي لازم تكون عندي رؤية كيف بنفق ولماذا انفق يعني مثلا انا محطي بند الرواتب يحتاج على مدى السنة 120 الف يعني 10 الاف شهريا ما يصير اني اصير انا اوظف ب12 الف وقل والله انا كنت حاسب غلط وصار وصار احتاج زيادة الـ 12 الف هاي الـ 2000 زيادة معنات 24 الف في السنة صح طيب اذا انت ما اخذ قرض 200 الف معنات في خلل اكثر من 10 في المية نعم الخلل في الحسب اكثر من 10 في المية قد يودي الى كارثة او عدم توفر السيولة صح واكبر مصيبة في الاعمال عدم توفر السيولة يؤدي الى توقف المشروع ولو كان ناجح لذلك قبل ما اخذ القرض لازم يكون عندي بلان كامل وتصور كيف انا بوزع مبالغ هذه القرض وكم بتستمر معاي هاي السيولة جميل اخبرك عن الموقف حقيقي واحد من الاخوان انا كنت مستشار المالي وصار عنده مشكلة في التدفق المالي ما قادر يحصل فلوسه من السوق يا وقال لي اثناء ازمة كورونا قال لي دكتور شو رايك بناخذ قرض خمسمائة الف قلت له حلو لا تكفي قال لي كيف لا تكفي احنا فلوسنا اللي براء قلت له انت فلوسك اللي براء مع خلل المالي اللي عندك سيولة تحتاج على الاقل ثمانمئة وخمسين الف والله يا اسماعيل انه لليوم بعد اكثر من سنة ونص من اخذ القرض نعم ما زال يعاني من شح السيولة لا لان حتى القرض والالتزام اللي اخذ وقاعد يسدد عشرين الف شهريا عشان يرجل القرض ما خلاه يزيد من نشاطه ويوسع اضطر انه فقط يدفع الالتزامات اللي عليه وخلال ثلاث شهور الخمسمائة الف تبخرت ورجع على نفس الموال الاولاني لان ما سمع من اصحاب الاختصاص يقول انه هذا المبلغ لن يكفيك ولن يخرجك من الحفرة اللي انت فيها لذلك مهم جدا اني عرف حجم المبالغ اللي احتاج لأقترضها او امولها والافضل انك تمول الالات ومعدات وسيارات ولا تاخذ كاش بيدك لان دائما الكاش يغريك للانفاق حينقطة مهمة والله هذي نصيحة من ذهب دكتور يعني قاعد تقدمها اليوم للمشاهدين والمشاهدات اللي عندهم افكار يعني مثلا البدء بمشاريع منزلية دكتور كيف بالضبط احدد انا كم محتاج يعني هل المنتج اشوف شو الخدمة اللي اقدمها كيف اقدر مثلا اسويلي جدول معين بخطوات بسيطة بكل بساطة اول شي انت اذا عرفت شو اللي بتنتجه وكم تقريبا متوسط سعر البيع للمنتج وكم ممكن تبيع كتصور ثم بعد ذلك نعم عرفت كم تحتاج من نفقات على الاقل الست شهور الياية يبقى بتعرف الميزانية طيب هل هذا معناته اذا انا ما عندي غير عشر تلاف ما اقدر ابدأ بمشروع مثلا تجميل الزهور من المنزل لا اقدر صح لان الراس المال المطلوب في هذا الشي هي عبارة عن مهاراتي وقدراتي وبضاع اشتريها بقيمة ثلاثة اربعة تلاف درهم صح فكل مشروع يختلف ما في مشروع اقدر ان اقولك سوي واحد زايد واحد زايد واحد يساوي ثلاثة لا احيانا بعض المشاريع واحد زايد واحد يساوي عشرة او يساوي هداش نعم لذلك بكل مشروع محتاج لها بس تحطي تصور لانه عدم وجود السيولة يعني تخيل اسماعيل انت خدت اوردر بمية تحبة نعم ولمية تحبة هاي تكلفة البضاعة وتكلفة تشغيلها خلنا نفرض انها الفين درهم نعم لكن بد بيحها ثلاثة الاف ونص طيب اذا انت اليوم خدت هذا الوردر الطلبية هاي نعم وما عندك الفين درهم تشتري البضاعة الاساسية هاي بتتوهك صح بتي بتقول امي عطيني الفين درهم بس هايذا عطتك الفين درهم الله يحفظها لوالده نعم لازم تكرمها بعد صح لانك انت اكنك اقترض بدل ما تقترض من البنك اقترض من اصدقائك واهلك ولا حواليك نعم تبغي تبغي الله يبارك لك اللي ساعتك على وقفتك اكرمها وردل للجميل صح والله لو شي بسيط لكن هذا اللي انت اكرمته ورديت للجميل هو ممكن يكون قناة بيع لمنتجك وبالتالي عملية اني احسب انا كم احتاج تقدر تسويها على ورقة وقلم صح وعقب طررش حق عبدالله اقول له عبدالله شو رايك طررش حق اي مختص جميل جدا فيك الخير والبركة دكتور وحلوة مسألتنا الواحد يستعم بأقاربة والناس اللي يثق فيهم للواحد يكرم الناس بس ما يكرم البنوك يعني دكتور صرفتني ما اعطي فلوس للبنك فايدة اقول له تفضلي اذاك الله خير سلفتني يعني هو ما اخذ فايد تقبل اصلا دكتور دكتور اتكلمنا عن نقطة جدا مهمة مسألة التسويق الالكتروني لكن في بعض الاشخاص ما يثقون وايد في هذه الوسيلة ومثلا في ناس ما تحب وايد تستخدم هذه الاداة في طرق اخرى ممكن يسوق لمنتجاتي غير التسويق الالكتروني شوف المشروعات المنزلية يزاهم الله خير الدوائر الاقتصادية ومؤسسات الدعم مثل مثلا عدنا رواد ومؤسسات محمد بن راشد غيره يسوون فعاليات وانشطة بين الفترة واخرى وخاصة اذا كانت هذه في مراكز تجارية او اماكن مفتوحة ما يمنع اني اشارك هناك ما يمنع اني انا اسوق منتجاتي في الفعاليات والانشطة والحمد الله حين انفتحت عندنا يعني الفعاليات والانشطة صار فيها انفتاح فيها فعاليات فيها انشطة تحتاج لتسويق لكن انا دايما اقول انت ادرى باسلوب تسويقك وكذلك اسأل المختص في التسويق لانك كل شي مرتبط بشريحة العملاء اللي انت تتعامل او اللي انت تستهدفهم وهم بعدهم لليوم ما بعملاءك فلكل شريحة لها اسلوب لها قنوات يعني على سبيل المثال اليوم اذا انا عندي جهاز او منتج حق كبار السن اللي يحفظهم نعم ما يستوي انا سوق اليوم عن طريق السوشال ميديا لانه ممكن ما يوصلهم لكن عندنا مثلا جزء من الحريم الكبار يحب سناب شات على سبيل المثال نعم يبقى بس اوصل ها المعلومة عن طريق السناب شات ولكن لازم فرق ما بين قنوات التسويق غير عن قنوات البيع غير عن قنوات المتابعة عمال عملاء صح فممكن انا سوق عن طريق السوشال ميديا وخلي بنتي تسوق ليها أخوي الصغير يسوق ليها ترحى الشباب اشطر منها صح سبحان ومشاء الله عليهم عطى خمسين ربية وقل سوق ليها المنتج وكل شيء تبيع منه أعطيك نص ريال صدق ني بينجح فما يمنع احيانا انك تدخل شريك بالعمل يسوق لك يبيع عطى عمولة عطى نسبة والله ستنتشر وهذا ذكاء في عملية تسويق بلانشي مثل يقول لك الخير يعم فليش لأن الغير يستفيد لأن استفاد أضعاف أضعاف الذي سيستفيد المدام استفاد مستمرة يبقى استفاد ستستمر وهذا بعد ينطبق على الشركات التي تعلم مشاهير التواصل الاجتماعي نعرف أنه يأخذ مبالغ كبيرة ولكن البعض مستفيد أصلا الشركات مستفيدة لأن يبقى لهم هذه المنتجات بشكل فهي مسألة ربح مع ربح يعني في معادلة وفي موازنة هو أصلا في نظرية أمريكية أو أجنبية يسمونها وين 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 سيتيواشن معناتها الكل مستفيد الباع والمنتج والمشتري فهذه من أفضل يزاكر الله خير أنك ذكرته من أفضل النظريات في إدارة الأعمال أنك أنت لا تطمع ولا تخلي الآخر يستغلك ولا تغش الزبون صح كلنا كسبانين والبركة في القليل إن شاء الله يا رب الله تعم إن شاء الله يا رب هذه البركة على الجميع وكل إنسان عنده مشروع فيه خير وينجح فيه إن شاء الله ويحقق مرادة نبغي نصيحة خيرة دكتور نوجهها لكل من اللي عندهم مشاريع ومخططين إن شاء الله يبدون بالمشاريع المنزلية شو حاب تقول لهم أحلى نصيحة بقدمها اليوم أقول خل تكون عندك الجرأة تبدأ مشروعك لو صغير من المنزل ولا تستحي ابدأ من المنزل بميزانية محدودة متواضعة لكن افهم كيف تصل للعملة وراح تشوف الخير إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك دكتور نورتنا نورك نورتنا نشكر ضيفنا مشاهدين الدكتور عبدالله العواضي مستشار مالي وخبير ريادة العمالة لهذه المعلومات القيمة والمفيدة اللي قدمها لنا ولكم أنتم كذلك مشاهدين